السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد على قناة قصص وحكايات والمغيب أولا بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله اللهم صلى الله عليه وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين هذه واحدة لبنت كالاسم ديالها النجلاء هذه النجلاء هذه بنت فعمرها هذه واحدة وشلينة بحلمكاك بنت عائلة متواضعة كي تكونوا في واحد الحي الشعبي نجلاء مكملاش القراءة ديالها خرجات من المرحلة الثانوية نجلاء بقات مريحة غير في الضعط شافت له واحد صاحب الساق ووحد الخدمة واحد المرة من مرات غدي يلقاها ببوهاق مع واحد الشاب لقاها مريحة معه في واحد القحوة الشاب هذا ما بينه بنتيج حاجة لحساب المتاقة ببوهاق يعني مخاطبها مقارب ديالها مخوها موالوشنو كديري مهنايات خاصة مع ذاك الشاب جرع ليه عرفوا صقوقها وغير كيدوا ليه بالبنت المهم نيه البنت شدها اعطاها واحد القتلى للعساق وجابها للدار يلا ما بقاتلها خدمة لردماء وغيرت رايحة في الدار اللي حتغي يجيب لك الله هو الناس صافي حنا اي صافي رايحة في الدار ولا عيس علي أبوهاق انها تبشي بالوقت و تجيب بالوقت يعني تبشي من أموها تجي من أموها او لا هو اللي يخرجها المهم حارس لها بزيح باش مدير شي موصيبها مزيان هنا سيخطبها واحد السيد السيد هذا كان راجل مزوج و عنده ولاده و بغير عاود يزوج زوجة تانية هو كعرف ببوهاقه و في الاساس كعرف ببوهاقه هنا يطلب منه عارف عنده واحد البنت يعني عنده 22-22 عام طلب منه السيد اللي كان اسنيل و احمل كما قلنا راجل غني و عنده مراته و ولاده قال له السفلان قلنا راجل كان يبغي نزوج قل له الله يتخل لك قلآ لك قلني راجل أن يبغي البنت و المهم ان يزوج عارف الراجل و عنده براته و و أولاده قال لي و لك الحاجة ترك مزوج عندك و لادك قلني راجل يستجد و لكن ترك مزوج عندك و لادك أقل له عنده الحق لنزوج الزوج يثانيا قال لي ساعد أحد لاحق قال لي المهم انا سأشاره مع البنت وفي مكان ارده لك كما قلنا انه ابو شعيب الاب بتاع نجلاء هو اصلا بغير شو واحد يجي دقه الباب باش يعطيها لانه قال هاد البنت هاد سبقى حناي اللي يحسد لي شكاليه اشي نعم هكذا هو خمم مزيان صافي جاء عند البنت جاء عند امه قال لي مشوفه روحة السيد جاء قطع البراغ في النجلاء وانا قررت ان اعطيها لي قلت لي هو السيد انا ما كان عارفه كدير الاخلاق دياله انا كان عارفه كدير الاخلاق دياله السيد راه كبير لك شوية في العمار ولكن راه مزوجه وعنده ولاده ولكن انتي ما عندك تشي داخل بولاده ومراسه انتي غايدين لك فيلا ديالك فيلا صغيرة طن وبيلتك اي حاجة اش بغيتي بغيتي كسر من الشيادة ما يمكنش قلت تفكر قلت في الاول هالنجلاء السيد كبير لي في العمارة ومزوجه ووالد ما بغيتش في الاول ولكن بحلها والدها بحلها بالزعله شوية انا في الاخير قررت انها تزوج بيها غير بشهرب منها من هذه العقاب اللي كان دياله بواها يعني حابسها دار ما تخرج ما تشي تشي بلاسها ما تشي اعتحابات ما تشي تشوف صحاباتها ما اوالو لا تحاجق لها مزيان صاحب جاء السيد كما قلنا تلافيها تلافي والدها أخطبها بضيها زوج بيها حطها في واحد الفيلا كان صغيرة هنا هذا الراجل اللي كان اللي كان الاسمي يالو احمد او الحاج احمد تزوج بيها ومور المتزوجي على خير وبخير وخاصية كبيرة إلا في العمر ولكن هذا ما يعيبش الراجل صافي أي حاجة بغايتها نجلقك يحضر عليها يخجو بيها يجيو بيها دام على زواجهم تقريبا واحد العامين ما ولدات معهم ما ولهم مزيان تامن ولاده ما نعليهم أنه ما يجيه الفيلا دير الزوجة التانية هو مرة مرة فيك يمشي عند مراته وقول له لاني هذا الراجل هذا كان صارم وكان واحد إنسان اللي هو كاريزم وعنده شخصية مزيان هذا الراجل هذا واحد نهار سيكون خارجه ومراهة ونجلق خارجه من طوابيل ومشاه الواحد الفلوس حق كمانه مرة مرة يمشي ودوره مع روصل ومشيه ودوره ودوره تقريبا نهار كامل لبرة وراجعه ودخله الفيلا دخل عادي الراجل دخل يتفاجئ بأنه ماريو مهرس والدار مقلوبة عمارات سرقة ولكن هو رحل بالسيروس الباب في الفيلا دي يدخل بدأت كاسر لفريع في بيمنتو الفيلا يعني دهارت سرقة نحن يطلع مرأة نجلق 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 اجري لأجري مالك الحاج قالوا دهارت مال عندي شخصية يا رمشات قلت لي هيه كمانك فلوس كتخط هنا هي عارفة انه حاط الفلوس لها كثير بزاف كانت تقدر تقريبا مشي 60 مليون من غير شي دهيباسة دول المرأة واحد المواجن غالين دول الراجل وشي اشياء تامينة اخرى تماما قال لا ما يمكنش شكل قضية يشفرني انا يا وانت الخدامة انا مانعة وما كان لاش مكدوش عندي في الدار وما عنده العساسة اشي واحد الفيلا ما كان فعل كاميرا الاول هنا اصحى فعلي من البوليس جاء البوليس كيعرفوا الحاجة اللي هودي جاء و يجريوه و يدخلوا من ماء يدخلوا و يعينوا بفوسهم امرات السرقة و الفوضى عادي بحاجة بانه خرج مع الصباح مع شوية العشره وعشره ونصب بعد ما افطر امراته هنا في الفيلا و يدخلوا من الهار و أنا لدي روبو مختبئ و يدخلوا من الهار و يحتاجوا من الهار و يحتاجوا سبعة وشي حاجة في المكاكة تلعشية كان حل بستيروت في الفيلة و يدخلوا من المبلغ للأسف شديد للأسف ولو المحشي واحد دايز او لجأ او لشي حاجة هل نسولوه يعني سولو البولي سولوه قال لي قولينا الحاجة انت شكو اللي عارفك حطت الفلوس لها وقليم شكوهن انت شو واحد غير انا امراتي امراتك عارفة امراتي عارفة امراتي اذا كانت معي امراتي انا كانت تاقفها او كانت تاقفها في غنيت قال لي هم امراتي اللي بغدلي الفلوس انا ديما قنحط مبالغ بزيف مره ربعين مره ستين بغدلي المراتك تكون عند البيتامية هنا امر مر مقربة لها امر ازواجنا اكثر من عامين السيدة طوانكيل انا ما كنشك شفاء وقال لي هميلي ما كنشك شفاء فيما كنشك الحساب ما اعرف نعم عندك ان انت واحد ما كيجع لنك الفيلة وتامل الخدام انت مديرها او العساس ما كينش شو اللي كيجع عندك وقال لي همتش واحد ما كيجع عندي انا تامل اولادي يعني ما نعمى النومي يجعوا عند امراتي هنا او لو يدوروا بجيتي ولا يجب شي ضيف كان جي انا وياه كان ريحنا وياه في الصالون يأكل ويشرب ذاك الشيطة قسم الله ونخرج انا وياه يعني غريبة هاد القادية شكو اللي يدخل الفيلة هادر عنده علم وعنده المفتاح لانهم قلبه الصورة على الفيلة قلبه واشكينش تسلق شي حاجة اولو السيدة اللي خرج من الباب تسلق الفيلة مزيدة فان كان من البصامات خرجوا اللي رفعوهم فرقة شخص قضائي من على الفيلة لأسف الشيطين ما طلعوا تش بصامات البصامات الوحيدين دول راجل مع مرة دول نجلاء مع راجلها السلحيش ايوه القادية تعفضت لان البوليس ما وصلوش لهات الصارق او لهات الصارقين قالوا بما ان الذهب ديال المرة نحن نسولو الدهيبية ونطع شقر على دهبية عن شهات صارق او لشهات او لشهات الصارق سنعرضوه على المرأة صافي اوكيد شليكين شوفوا حالاتهم وصلوا لشي حاجة ولكن هشنو غاد يوقع كما قلنا الحقيقة الزوجية لهات النجلة وخيص غير على ذاك الحاجة في المرأة كانت ماه على خير وبخير واحد اللحظة غاد يقولي الصداع والمشاكل من واحدة الصارقة هذي الصداع والمشاكل اتباه الاسباب على الاول وتنوض مع الصداع على الاول وتنوض مع الصداع غير قال لها شي حاجة ترد عليه المهم او لا تنطع او لا تنطع عليه هذا اللقطة هذي الحاجة ملقاش حاملها او تقريبا تجنب او بعد المرات تتعطر بالعان غير باش ما يتنطش نجير ديالها وذيك الحضر الخاوي ديالها بعد المرات تبلي كمشي عد الزوجة الولي دياله كيش غراسه بالخدمة تبرا في ابوها والو السيدة هي هي تبدلات رأسنا العقب وزيد على ذلك انها ما كانش باقى تولد معه كيقولهش هامرة واش انتي ما غير تفرحناش بش الوليد ولا ابنية الخير موجود الحمد لله والشغل موجود ولا ابنية ولا ابنية ولا ابنية كده قولي بالله الحاجة باقي ما ما حانش لوقت دياله كده كده والشغل موجود والشغل موجود والشغل موجود قالوا لي انتي اطلقت من هذا الراجل هذا كيف ستبقى في حياتك انتي بقى مع راجلك وولدي وولدات وعيش معه كي لا تقسم الله كيف ستبقى في حياتك قالوا لي انتي اطلقت ونضب العراسي للمرة ونخدم العراسي وندير مستقبلي العراسي الحمد لله بقى صغيره والدها لم يستطع عليها والراشل الحاجة حمدها اطلقتها 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 الواجبات القانونية ومشرت عند دار والدها اخرجت تقلب تقلب لخدماتها تقلب هنا 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 المهم جاءتها كانت على وحد الباركت على الفلوس جامعة وبدأت تقلب على رأسها منور اطلقتها تقريبا بشي عام عام بحث ماكك ستجي واحد النهار وستطيع هذه الاجلاء ستقف عند البوليس ستدخل عندهم اطلقتك رأي شرطة القضائية لماذا لا؟ لقد قادية مهمة تقولها لي المهم لقد وجدتها بشهر القضائية دخلت عددهم أشتما للا قلت لما سيدي أنا كتمزوجة من أحد السيد الحاج الحمد وراء الفيلا ديالو تشفرات ومشأت منها 60 مليون سنتيم والذهب الذهب ديالي معانا مليك تمزوجة به كانت تعديش دهيبة التماية وهو واحد من ميقنات تعراج للكانشاري ومفرنسائية مزيان تقدروا تراجع للملفات دولكم وتعرفوا التصاريق والذي باقي الآن موصلتوش لها ها زيدي كملي؟ وشنو؟ علاقة هذا الشيادة تشريك تقولي أنا جاييكم ها زيدي أنا لقد عرفت الصاريق كيف عرفت الصاريق؟ كيف عرفت الصاريق؟ وأنا اللي ساعدته كيفاش؟ يعني عندما تكتع تعرفي غراسك وإلى هادك أخونا اللي كان شريكك ها زيدي دابة مزيان عاودي لنا بالتفصيل المميل ها زيدي هنا يا هاد السيدة من اللي تزوجت بي احد الراجل الحاج أحمد اللي تزوجت بيه هي كانت مرة مرة تخرج راجلة كيخليها أعطاها الحرية الكاملة وشريك لأعطوها مبيل وكذا ولماذا كنتمشي؟ كنتمشي الواحد الرئيس له هذا الرئيس له كان في صندرفيل ورئيس له غالية وكان يريح فاغر الناس له تعرفات على واحد السربيتم واحد النادل والنادل كان مازال شاب عنده 32 عام وعطي العين القويل وهذا المهم عجبات هذا النجلة في الأول ما كانت تحابة أنها إنسانة مزوجة المهم تقرب لها تقرب لها لمدة لمدة هي عجبها الحال المهم وفيما كتريح كتخلصها القهوة وكتدور مع هذا النادل اللي كان اسم له موحسين بشوية بشوية اللي حتى ربطت معه علاقة هلنا تفاجئوا تقول يبدير عنها إنسانة مزوجة ولكن أنا تركها جبتيني وانا راجلي ما مسحيش معاه وراجلي كبير عليها هنا في الأول موحسين الحساب الخضرات لها قالت لي هم ما بغاش يكمل معا من اللي يعرفني أنني إنسانة مزوجة ولكن أنا بقيت عليه كنقول لي بديرها راجلي كبير عليها ونحن واقفين للاطلاق ورا قريم تطلقنا وإن شاء الله نزوج بيك وغنكون درسم وراه بقيته هو بقى معايته هو يا صافي من اللي من اللي قلت لي بح الماكة بقى معايته كنمشي ونجيو مرة 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 من اللي كان نخرج أراسي أنا قريب طموبي ثوب وحدين من غير الحاج كان جيعده من غير ليامات الكريح عنده في القهوة كي سربيني هو من اللي كان عنده هو روبو وكانت تلاقيه في بلاسة مزيح اليوم غدا وحض نارج تحليه نجيسر عاجلي دابه أنا سوف نطلق منه سوف نزوج بادة محسين وش حالة نكون جمعتها الفلوس وش حالة نعطي نقاع المهم لأنها هي مزوجة بي هو رجل غاني لا باسع لي يعني ما سوف تكون واحد الموت عالية كبيرة هم قالت لابولي سوف تضيع فلوس مرة 60 مرة 80 مرة 100 مرة 40 قلت أنا من غير الذهاب ديالي اللي كان شاري ليه قلت أنا لماذا هذا محسين لم يضرب الفلوسات ومده ومالي نطلق منه ومشي نزوج أنا وياه والفلوس نديره ونعيش الحياة مع رأسي هكذا فكرات قالت المحسين محسين قال له كيف انا ندخل قالت لي أنا سوف نعطي السورسات وانت وعد نوياك نحن رديم مره 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 نخرج نسيره نهار كامل في المدينة كل مرة وفي الكريه نهار خاوي سيبقى عندك كامل سأذهب وضرب 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 بالضبط فيلا وين يمشي وين يجي وين يلقى الفلوسات قالت لي صعب في هذا النهار خططنا أننا نشفروا الحاج ونشفروا الفلوسات ودهيبات قلت لي غدا الحاج خاصنا نضرب ونضرب وين يجي صعب قال لي نهار كامل غدا غير أنا ويك صعب في هذه الساعة نهار تتصل بهذا المحسين قالت لي مصباح بكري الآن لنرد اخرج ونجد نرد رجل فينا ودخل غير ونفصل بكري أمام حتى آخر وأن Children لا إتجاه وإلها خرج أمام تستمر سأتلك خلال فيلا فيلا دخل و كان دار ليجات باش البصمات ما يبقوش دخل دار داخل طلع البيت ناس ديروكتومو الماريو فرقه هو بالعان يهرسه رفاقه ما تعطيه السيروس ولكن قد تفرش القادية هو هرس الماريو عنواتا جبد هذه 6 مليون اللي كانت محتوى تغيرت مما يعني اما كان داية هلاف كوفر فيه ولا صندوق على التاشي حاجة ام من القادية حاجة 60 مليون حاجة دهيبات التوى المرأة في واحد صارقة كانوا خدا واحد الجمهات كانوا غاليين شاريهم الحاجة من فرنسا كان نزار فرنسا و خداهم و خداش العيبات اخرين رون الدنيا قرب الدنيا تمامايا على امارات عنو كين الشفارة خرجوا واحد ما شافوا و مشا صافي في العشية عيط النجلة قال صافي المهمة تمت بالنجاح يفجل حاجة مع اماراتو كتاشفوا الصارقة و بان الفلا تسرقات علموا البوليس البوليس داروا هنا 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 موغسلوا تاشي حاجة و بتواحل ما شاف شي حاجة هي من وراها بدأت كتفتها على المشاكيل و الغويت مع راجلها بغى تطلق لانها بغى تمشي عدد محسين وتزوج به هذا شي لي كان نيس قاعت نوضات الفتنة و نوضات اصداع المشاكيل الوالق والحاجة ما كخصر لها تاشي حاجة ليحسا تطلقت منو والطلقات منو ارجاعات لدار وليديها كانت عداي باركة الفلوس ذات واحد المشروع على قد الحال غير بشغل الوقت و تمشي فيه ما جاءت و الاشارة كانت عاطياتك الطواموبيل اللي كانت تركب عليها كانت كاتب لفص ميتة الحاجة ذاتها من الطلقات صافي ولاتك اطلاقة مع هادك محسين قال صافي تالي العدة ديالك و نزوجه العدة هي ثلاث شهر ثلاث شهر ديال العدة ديال المطلقة كان ديالها تسبب يخرجوا و يحاجوا و يمشي و هنا يمشي و هنا يمشي و هنا و الفلوس و الذهب رائعاند موحسين ما تعطيش حاجة يقول انا راكي ارتين مراتي و انا راجلك ما كيللاش نتقلق من القادية فلوس رائع عندي في الحفظ والصون اللي حتى انتزوجين وياك و نضيروا واحد المشروع الخاص بنا ما زيان سالات العدة قلت لي فلان جي خطبني و نزوجه هنا سالات العدة لكثرة مثل الشهر قلت له بلاتي يديش مشاكل في الدار و كان فكر ده بشي فكرة مزيانة و انا كن فكر نهاجر المدينة قاعد نمشي وش بلاسة اخرى و نزوجه قلت لي لي بغيتك المهم غير تزوج بيا و هذا الوعد ديالك و وفا بيه معي و هذا الفلوس خاصة نستافده منها قلت له هذا الشيء الذي سيكون يبقى كيعا تطليها في المشوار و يديها و يجيبها و هنا و هنا خرج مثل خدمة هواية و لا يكسد عليتي لي فل مرة مرة و لا يتتابعه لحتى عرفت العنوان ديالك عرفته بانه خاطب و غيتزوج بواحد الانسانة اخرى هنا شدات رأسه و عرفت رأسه بانه تقاول البيت و تقاول ليبا سينك سينك مزيين هنا شداته واحدة و قلت لي انت مشي راجل و انت خائن و انت بسببك انا اتطلقت من راجلي و بسببك انا سرقت راجلي و بسببك ما عرفت شو ندرت و في الاخير تقاول ابنك بشي تخطاب اخرى قلت لي لا الهبيله هو ذكره غير بغولية واليدية و انا ما خصرش ليهم و مشي تخطبتها و لكن انا غنديش تسبق و غدين نفرر فيها قلت لي احنا نشوف مفرر تفهمه و السيد بقاق خاطبه و يمشي و يجي معها و حضاته ما هي مرة ما يجوج و عرفتوا بانه ناوي تزوج بيعه و غير تزوج باديك الفلوس اللي اعطاعتها لي بحال عطاعتها لي رأيلي ساعداته انه ياخد الراجل اها و من بعد قالوا لي البوليس هذا الشي كامر اعترافت تعني جلاء قطان البوليس اها زيدي كملي قلت لي ومصافي عرفتوا بانه غير تزوج اخوه بيا و تم من الفلوس قلت لي هذيك الفلوس اعطاني ناصيب ديالي انا من اللي كتبتي تزوج اخنطيني الصعفة ليس هالك اعطاني تزوج اعطاني غير ناصيب اقصب معايلك الفلوس و اعطاني الذهب اديالي تم من هذوك المقانات و خغالين الله يربح قل لي فلانا قل لي انا اللي دخلت و اشفرت و غامرت بحياتي و اكتغل مش للحبس انتي ما اعطاعتين انتي اشي حاجة و ادوري جل عليها ناصيب من اللي محملات راسها و من بعد واحد محاولات عديدة ما والو السيد طلعج بل قل ما عندك عندي اتشي حاجة و انا قد نزوج و بعدين من اعطاني اتساع هنا قررت انها انها تفارقة الرمانة و ايا و اياه يمشيوا الحبس و جات تبلغ عليه البوليس و عارفة راسة سيئة تبشي الحبس مزيان هنا هنا البوليس يجمع الوقفة و امشى و القاعد القبض مباشرة على هد محسين هذا او مشاو علمه الراجل يعني الطالق دياله الصعب قالوا يودي رح نلقينا الصارق و اشنو قاع اشنو قاع اشنو قاع اشنو قاع اشنو قاع اشنو قاع اتفاق مع الزوجة ديالك و اعطانه السيروت و اذا كان كعرفه هو كان موعدين بالزواج و هو تنكر له في نهاية الامر مزيان هنا اياه مشاو عنده مشاو عنده محسين كما قلنا من بعد ما قبضوا عليه طبيل الحال هو اعتارف و زي رول بوليس بالاقوال اعتارف و قال نفس حضر ريال نجلاء و بانه هي اللي ساعداته اللي حتى اخوان هذه المبلغ تحت 60 مليون والضحيبات دخلوا عنده البدار كانت عنده واحد صفلية اعطيه بواه بواه كانت هكذا فوق هو كان اعطيه واحد صفلية دخلوه كان لقاوه مبلغ ما لقاوه 60 مليون كامل مهم شي 56 مليون و شي حاجه لانه كان خسر منها الفلوس ولقاوه صندوق باقي مقربت لها و مواجن باقي تماما تعرف عليهم الراجل والدهب تعرفات اللي حين نجلاء هو نيسي للدهب ديالي بسبب الفلوس بما انها ردية الحاج أرجعت لي بالدهب طبيل في الحالة ديال منه هنا يا طالق في الصراح هذا الحاج دار واحد اللوجيس و انه دهب قال لهم هذيك ديال المرأة هي بقالة صافي اعطاه لها صافي المرأة نخدام هذا الشي اللي كان هنا التابعات اولا بيدهم الخيانة لانها تعرفت بانها كانت تشي مع هذيك الخونة و المشاركة في الصارقة والصارقة بالنسبة لهذيك الخونة صافي تقدم العدالة هي تحكمات بعمين ديال الحبس بينما هو تحكم بخمس سنين ديال الحبس وهذه النهاية ديال الحلقة ديال اليوم كانت من الناتنال الرئيسة ديالكم والله يرحم لكم الوالدين على حسن إصلاع المتابعة و دمتم اوفي القناة والسلام عليكم و رحمة الله و بركاته اشتركوا في القناة